اشهد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أماناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالمبادرة العالمية الرائدة لجلالة الملك المعظم بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي كونها تجسيدا لروية جلالته المستنيرة لإرساء القيم الإنسانية النبيلة من أجل عالم آمن ومسالم ومستدام جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله سعادة رئيس مجلس الأماناء الأبعاد الإنسانية في إنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي والنبع من الأرث التاريخي والحضاري العريق لمملكة البحرين في الانفتاح والتعددية وأكد سعادتها أن هذه الجائزة تأتي في إطار المبادرات الإنسانية الرائدة والملهمة لجلالة الملك المعظم وبدعم ومتابعة من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء والتي عززت من ريادة مملكة البحرين وناجحاتها في إرساء الحوار والتسامح والسلام وعرب سعادته عن فخره واعتزازه بتفضل جلالة الملك المعظم بالرئاسة الفخرية للجائزة وأنشائها في سياق الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني في جلالة حضرية وإنسانية على النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة مشيرا سعادته في ختم المتمر إلى حرص مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على مواصلة مبادراته في ترجمة للرؤية السامية والمستنيرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهة الحكومة برئاسة صحب السم الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إعلاء قيم التسامح والأخوة الإنسانية لتظل المملكة دائما وطنا حاضنا للتنوع الثري ومركزا للتلاقي الثقافي وحصنا للتعايش الديني وشريكا فاعلا من أجل بناء مجتمعات إنسانية مزدهرة وعالم ينعم بالأمن والسلام والتضامن والتنمية المستدامة للبشرية جمعا إن المبادرات الإنسانية والرائدة والملهمة لحضر الصاحب الجلالة عهل بلال معظم يده الله ستظل مصدر خير وأمل للبشرية وازدهار الشعوب ونعتز بأن مملكة البحرين تأتي في طليعة الدول التي تسجل الريادة والنجاح في قضايا الحوار والتسامح والسلام في ظل الدعم والمتابعة من صاحب السمو والملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجسد وزراء حفظه الله واليوم نستعرض مبادرة ملكية عالمية جديدة في هذا المجال تستكمل النهج الوطني لترسيخ التعايش بين مختلف الثقافات والأديان كأسلوب حياة ومنهاج عمل لاستدامة رقي ونمى المجتمعات والحديث عن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي يتضم العديد من المعاني والدلالات وفي الوقت ذاته يحمل الكثير من الطموح والغايات أن تفضل جائزة الملك المعظم بتولي الرئاسة الفخرية للجائزة يمنحها مكانة رفيعة ويعزز من حضورها وتأثيرها على المستوى الدولي في ظل ما يحظى به جلالته من احترام والتقدير كبيرين من قادة وزعماء دول العالم كقائد إنساني وراعي للحوار والسلام والتعايش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر